ما ببقاش متدايق من الحاجات دي ولكن هل في هدف معين من كل هذه الأخطاء التي لم تحتسب للنادي الأهلي كابتن ياسر عبد الرقوف مبارح في عدم احتساب ركلة الجزاء قال كرة اللي لم تحتسب تحت أفشل اللي عملها بالعرض وجات في رجل اللاعب وخبطت في رجل اللاعب وخبطت في ايد اللاعب بعد كده لعب بلدية المحلة لو موجودة سمير اه لو سمعت الله ينعر عليك اهو على فكرة على فكرة اللي قدامكو بقول ان دي مش ركل الجزاء اللي انت بتقوله ده عم اسلام والله بقول انها انا دي كراجل بقى محلل شوية بقى بقى فهم في الكرة شوية بقول ان يعني الكرة جات في رجله وطلعت على ايده خلاص انا شايفها مش ركل الجزاء لو انا حكم في الملعب مش هحسبها ولكن على الجانب الاخر لما اعدت مع نفسي مرة تانية تفرجت على مباراة مودرن فيوتشر ومباراة بيراميدز التي استطاع ان يفوز فيها نادي بيراميدز على نادي مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الديئة اتنين وتسعين او تلاتة وتسعين كرة شبه دي بالزبط وتم احتسابها ركل الجزاء لنادي بيراميدز وفاز بيها نادي بيراميدز بثلاثة نقاط يا محاسنة الصدف قبل الماتش ده بيوم ولا بيومين بس مش عارف اجيبها لكم لان مش من حقوقي فانا كاسلام كراجل محلل بفهم في الكرة شوية يعني على قدي بقول ان دي مش ركل الجزاء ولكن لما رجعت بقى تاني وشفت مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز لا ركل الجزاء ما هو يتخلي كله زي بعضه يا اما في حاجة غلط يعني يا اما الحكم اللي بيحسب هنا مودرن فيوتشر وبيراميدز لو هو عنده سقف ماشي عليه او عنده معيار ماشي عليه مزورة واحدة زي ما بنقول في حياتنا لو عنده مزورة واحدة ماشي بيها ما عنديش مشكلة مش هتكلم وحقف البقي ولكن مباراة ادي التلات نقاط لفريق ومباراة كان من الممكن ان انت ما تكسبش في مثل هذه المباراة البلدية جاب جون عالمي بصراحة ولا يصد ولا يرد كورتين على رأي كولر امبارع لا يصد ولا يرد طب انا صدق مين اصدق حكم مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز ولا صدق مباراة الاهلي حكم مباراة الاهلي وبلدية المحلة اصدق مين فيهم حد يقول لي طيب لو انا كواحد بيحب النادي الاهلي وقعد بتفرج على مباراة الاهلي والبلدية وشفت الحكم ده بيعمل كده وقابلها شايف مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز انا كاهلاوي هقول ايه هقول هم ليه بيعملوا كده مع النادي الاهلي يا ليه المنظومة الرياضية بتعمل كده في النادي الاهلي هل هناك توجيه معين من المنظومة الرياضية ان هي او من اتحاد الكرة مثلا او من لجنة الحكام مثلا انا ده سؤال عايز يوجه الدوري بعيدا عن النادي الاهلي افهم افهم بس انا بسأل سؤال انا هنا بسأل سؤال كمشجع اهلاوي والله علاقتي بالجميع علاقة رائعة وطيبة واقسم بالله كلهم اصدقائي واخواتي وحبيبي وبعد ما بخلص الحلقة ربنا خليك سامير شكرا جدا جدا حضرتك جت في رجل اللاعب وفي ايديه وتم احتساب ركلة جزاء ضد نادي مودرن فيوتشر ثم اللعبة الثانية جت في رجل لاعب البلدية وطلعت على ايده ولم تحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي ماذا افعل؟ كمشجع اهلاوي كيف ارى هاتين اللعبتين؟ حد يقول لي حد يقنعني بالكلام وانا احاول اقتنع واقنع معايا جمهور الاهلي ولكن للأسف الشديد محدش هيعرف يقنعني لانه مفيش حد مقتنع باللي بيحصل يا طارى يا هل طارى نصدق حكم مباراة مودرن فيوتشر وبيريميدز ولا نصدق حكم مباراة الاهلي وبلدية المحلة هل هناك سيناريو زي ما قلت قبل كده مكرر لابعاد الدوري عن النادي الاهلي مثلا ده سؤال لن يسكت احد والنادي الاهلي حياخد حقه باللوايح والقوانين لو حضراتكم حد عايز ان نلاقه شكك في احد ولكن لو حد عايز البطولة تروح لحتة معينة قولوا لنا ملاش نوجع قلوبنا قولوا لنا النادي الاهلي لو قفلنا عشرين سنة قدام هنبقى ابطال الدوري التاريخيين عدد اكبر من السنوات فجماعة من فضلكم بجد التحكيم المصري يحتاج الى اعادة نظر استاذ جمال علام استاذ رئيس الربطة من فضلك استاذ احمد دياب النقاب احمد دياب من فضلك من فضلكم لو سمحتم عشان المشجع الاهلاوي لا ينظر اليكم نظرة نظرة غريبة وعلشان المشجع الاهلاوي يبقى شايف ان هناك عدالة في التحكيم يجب ان يكون هناك وقفة خلال المرحلة القادمة ومن فضلكم احنا بنتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب كل اللي عايزينه ان نرى مزورة واحدة فيش حسب من كده ان نرى خط واحد كل الحكام ماشي عليه مش عشان مش في مباراة مودرن فيوتشر وبيرامدز الائل كرة بتحتسب ركل الجزاء ومباراة الاهل والبلدية لا اجد ركل الجزاء على الرغم من دي هي دي واللعبة هنا هي اللعبة هنا اتمنى من حضراتكم انتو تاخدوا بالكم ان الدوري لفترة القادمة بعد يوم خمسة وعشرين قبل يوم خمسة وعشرين حمادة وبعد خمسة وعشرين هيبقى حمادة تاني خالص خلي بالكم واتمنى انتو تاخدوا بالكم من الايام القادمة والمباراة المحلية القادمة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل عندي موضوع تاني برضو فيما يخص كولر وبعض اللاعبين هطلع هذا الفاصل ورجع كامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة